هذا وقال رئيس مجلس الوزراء أنه منذ اليوم الأول للسابع من أكتوبر وقفت مصر لدعم الفلسطينيين مضيفا أن أكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة عبر معبر رفح البري قدمت من جانب الحكومة والشعب المصري لافتا إلى أن المعبر يعمل على مدار 24 ساعة من الجانب المصري بالإضافة إلى استقبال مصر للحالات الحارقة مشيدا بالدعم الذي تم الحصول عليه من قبل المؤسسة الدولية وتقديم المساعدات للمصابين منذ اليوم الأول وقفت مصر دعما للفلسطينيين ومن دون أي مبالغة من الممكن أن أقول أن أكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري هذا لأننا نتشارك حدودا مع قطاع غزة وخاصة عبر معبر رفح وبعد ذلك من خلال كرام شالوم تمكننا من إيصال كل أنواع المساعدات من جهتنا بالرغم من أن رفح كما تعرفون هي أساسا معبر غير تجاري لا يسمح لمرور الشاحنات بل فقط مرور الأشخاص ولكن منذ اليوم الأول افتتحنا معبر رفح وهو مفتوح 24 ساعة في اليوم من جهتنا لكي نسمح بإيصال كل المساعدات ترجمة نانسي قنقر